بعد أيام قليلة من تحركات حفتر نحو العاصمة رابلوس وما رفقها من إدانات دولية أصدرت قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا أفريكوم الأحد بيانا أكد فيه قائدها توماس ويلدهاوزر التزامهم بليبيا أمنة ومستقرة وأنهم يواصلون دعمهم لحكومة الوفاق والشعب الليبي ويلدهاوزر قال في تصريح صحفي إن الحقائق الأمنية على الأرض في ليبيا تزداد تعقيدا ولا يمكن التنبؤ بها وإنهم يقومون بإجراء تخطيط عسكري استجابة لتطور الأوضاع مع الاستمرار في تقييم الوضع الأمني وجاءت الخطوة الأمريكية بحسب ويلدهاوزر استجابة لتطور الأحداث الأمنية في ترابلوس على خلفية تصاعد الاشتباكات جنوب المدينة وتخوفا وفق البعض من سيناريوهات مماثلة لحادثة مقتل سفيرها في بنغازي عام 2012 وتأكيدا لهذه الخطوات الاستباقية الوقائية تداول نشطاء فيديو لفورغاتا على ساحل قرية بالم سيتي بجانزور حيث يقع مقر إقامة العديد من البعثات الدبلوماسية تهم بمغادرة الساحل نحو عرض البحر ويرجح البعض أن الجرافة تتبع القوات الأمريكية تطورات تأتي بعد مطالبة الإدارة الأمريكية في رسالة موجهة إلى حفتر القوات التابعة له بالوقف الفوري للتحركات العسكرية باتجاه ترابلوس والعودة إلى مواقعها السابقة مؤكدة أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في ليبيا وأنهم لا يدعمون العملية العسكرية التي يقوم بها وفق ما نقله مصدر من حكومة الوفاق للأحرار وفيما تتهم فرنسا ودول عربية كالإمارات ومصر والسعودية بالوقوف وراء التحركات الأخيرة لحفتر يبدو الموقف الأمريكي الأكثر توازنا وربما الحاسمة في قرار إيقاف تمدد حفتر نحو المنطقة الغربية ترجمة نانسي قنقر